اشتركوا في القناة في خانة المنجزات تكمن الرواية رواية تتفنن بسردها مدينة شباب عشرين ثلاثين التي تسخر حيثياتها وتفاصيلها بالعديد من الوقفات المتهللة لدعم سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الخيرية وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة في تأهيل وتطوير مهارات الشباب البحريني بصنوف من الأنشطة المتنوعة أطلت هذا العام في نسختها الثامنة رافعة لواء التمييز والاحترافية داعية شبابنا الواعي بضرورة تطوير مهاراته التقنية والعلمية ليكون نتاج ذلك حصادا علميا وفيرا ذلك الشباب الذي لبى نداء التمييز ويسعى لكي يكون ساعدا من سواعد التنمية المستدامة في مملكتنا الغالية وللحديث عن تطور مدينة الشباب على مدى السنوات الماضية فلغة الأرقام تكون أكثر وضوحا وشمولية فبفضل توجيهات سمو الشيخ ناصر حققت المدينة طفرات كمية ونوعية على مستوى البرامج والفرص التدريبية فوصلت البرامج في هذه النسخة من المدينة إلى أكثر من 94 برنامجا احترافيا وقفزت الفرص التدريبية إلى 4875 فرصة وهو ما يعكس التفاعل الكبير بين القائمين على المدينة والشباب البحريني الذي وضع ثقته في تلك المبادرة مدينة شباب 2030 التي تقام بتنظيم من وزارة شؤون الشباب والرياضة بالتعاون مع الشريك الاستراتيجي تمكين تتبنى منذ انطلاقتها توفير أفضل الظروف والأجواء للشباب البحريني والتي ترجمت إلى محاضرات وورش عمل تفاعلية جعلت من المدينة أفضل منصة شبابية ليس على مستوى البحريني فحسب ولكن على مستوى الخليج والوطن العربي المدينة شبابية بامتياز تقوم على سواعد شابة مزجت بين حيوية الشباب والعمل المضني وتنوع الآراء واحتضنت شباب البحرين من كل مدنها وقراها كما أتاحت الفرصة لإدماج ذو الإعاقة مع قرانهم الأسوية وانتقلت مخرجاتها من نطاق الأفكار إلى حيز الواقع الملموس ليتم الإفصاح عن إبداعات وابتكارات بحرينية تنافس ما تملكه من قدرات ومؤهلات في قطاعات الإنتاج كفا مدينة شباب 2030 نجاح متواصل بدعم من ناصر الشباب في تحرك ما تخبئه قدرات وإمكانات شبابية قادرة على محاكاة علوم التكنولوجيا والهندسة والإدارة إلى جانب مساهماتها في نشر ثقافة الفنون والإعلام في برامج تستهدف الشباب البحرينية ليكون الخيار الأول والأمثل لسوق العمل إيمان شرف لمركز الأخبار تلفزيون البحرين